عندنا طبعاً يعني ألف سلامة لأحمد نبيل كوكا وطبعاً أسامة جلال يعني أحمد نبيل كوكا كنا يعني مبسوطين جداً الحقيقة إن تم اختياره وقلنا اختيار موفق وكريدت يضاف لمارسيل كولر اللي دفع بيه في مونديال أندية وأيضاً كريدت يضاف لروي بيتوريا إنه هو قدر إنه هو يعني يشوف اللاعب بشكل كويس وإنه أضاف للفريق برغم الصغر سنه لكن قدر الله ومشاء الله فعل إصابة لأحمد نبيل كوكا خرج من المعسكر يمكن يعني كان الخروج من المعسكر وضح عليه التأثر ولكن عجبني جداً فكرة الصورة الجماعية اللي خدوها لعبي المنتخب مع أحمد نبيل كوكا في وجود روي بيتوريا كانوا من أنواع يعني بين طيب خطره وموساء لأن اللاعب كان يتمنى إنه هو يتواجد في هذه البطولة ولكن إن شاء الله تتعوض وإنت صغير في السن زي مؤسامة جلال أيضاً إن شاء الله تتعوضه في بطولة أخرى وسامة جلال خرج للإصابة أيضاً فتم استدعاء لعبين آخرين مهند لاشين واللعب الآخر اللي تكلمنا عنه كتير بل إن ما فيش برنامج رياضي أو حد محلل لكرة القدم المصرية إلا وتحدث عن حقية ياسر إبراهيم بالانضمام المنتخب فكانت عدلة السماء وأنا هنا لما قلت عدلة السماء أنا أقصد إن اللاعب كان يستحق التواجد وطبعاً طبعاً كل الأمنيات بالشفاء لللعبين اللي اتصابوا سواء أحمد نبيل كوكا أو أسامة جلال في النهاية دول اللاعب منتخب مصر ودي طبعاً كانت سورة فارس عودة ياسر إبراهيم لمنتخب مصر كنوع من أنواع هو طبعاً أمور فنية وهي وكلها وجهات نظر لكن أنت بتبقى شايف من وجهة نظرك إن هو استرداد للحق يعني هو حقه اللي كان محتاج إن هو ياخده في البطولة دي أو إنه يكون لعب في البطولة دي شبه تقريباً رجاله طبعاً الظروف ما كناش نتمنى تكون بالشكل ده ولكن كل التوفيق بالتأكيد للعاب المنتخب وطبعاً هارد لك للعابين اللي لم يوفقوا فيه السفر أو إن هم يتم استدعاهم للبطولة وإن شاء الله تتعود سواء أحمد نبيل كوكا أو أسامة جلال يعني أنا بشوف إن ياسر إبراهيم يعني كان يستحق وزي ما أسامة قال لكم أنا تقريباً أول مرة أشوف حالة الإجماعة دي على استبعاد لاعب من أهلوية وزملكوية يمكن أفتكر لوقت استبعاد أفشة مرة طارق حامد مرة محمد شريف كان بيبقى فيه ما بين الأهلوية والزملكوية كده اختلافات ومنكفات ولأ ده يستحق وده ما يستحقش ياسر إبراهيم يا جماعة أكاد أقوء يعني أجزم إن تقريباً 99% من الناس كان عندها قناعة تم أنه يستحق التواجد في المنتخب ياسر إبراهيم لاعب مهم ياسر إبراهيم إضافة للمنتخب وجوده زي ما فيتوريا تكلم معاه هو مش مجرد إن لعب تصف أنا بكمل بيك القايمة اعتبر نفسك ياسر لك حظوظ زيك زي أي لعب موجود منذ الاختيارات الأولى وفرصة قائمة في اللعب حتى أساسي وأعتقد دي فكرة مهمة جداً وطبيعة توصلها لللاعب بتاعك اللي أنت بتستدعيه هو كان بره وأكيد مهند لشين وطبعاً كل السلامة لللاعبين اللي تعرضوا الإصابات منهم يعني ابننا كوكا الموضوع مش متعلق بأن لعيب تصفى لعيب دخل مكانه ده أمر قادري ولكن الاستحقاق الفني لياسر إبراهيم موجود ومستحق وربما أنا أطفق جداً 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 مع اختيار فيتوريا المراضي لمهند لشين مش دونجة يعني دي من الحاجات اللي خلتني أكون شايف أن الراجل من قيم النص صح حاطت أوليات صح ومرتب الدنيا صح لأن كان فيه بعض الناس تعتقد أو كتير جداً من أهلام نادي الزماني كان بيشوف أنه دونجة كان يستحق يتواجد فأنا بشوف أن اختياره لمهند لشين يعني لما تيجي تتكلم عن مهند لشين للأمانة لعب عنده خبرات أمم أفراقية رجله موجودة في المنتخب لعب مع كارلوس كيروش البطولة بشكل كامل جداً ترجمة نانسي قنقر